يعني المنطق الأول يناقض المنطق الآخر والله إني زودت الكلام وهو سهل إني صحبت قد مر فيك يوم الأيام صراع بين أفكارك أو صراع بين فكرتين وأنت في النص ضايع بينهم طبعاً بطبيعة الحال لما يجيك صراع بين أفكارك هذا أنت في الأخير لازم تميل إلى فكرة من هاتين الفكرتين يعني لا تستطيع أن تأخذه ما معاً أو أن تلتزم به ما معاً فإنت في هذه الحالة إيش تسوي تعقل اللامعقول كما يقولوا أو تمنطق هذه الفكرة أو واحدة من هاتين الفكرتين حتى تكون مقبولة سائغة لذيذة فلما تميل إليها تميل إليها وأنت مطمئن لها راضي عنها والأهم من هذا كله ما تحس بتأنيض الضمير تجيز كذا تسلك لنفسك يعني صح؟ هذا هو التنافر المعرفي هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا قبل أن نغوص في تفاصيل الليلة وحكاية الليلة وأمسية الليلة نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية أو الحكايات السابقة مع من تحبون ربما كذلك مع من تكرهون واتركوا لنا كلمات يا جماعة في التعليقات عن آرائكم وأفكاركم عن هذه الحكاية أو الحكايات السابقة حتى ننشط القناة شيئا فشيئا لأنها لن تقوم إلا بكم ومن منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياعة أو الصوتية في الوصف لكن وأنتم ذاهبون إليها بشويش على صابعكم ليون فستنجر يا جماعة هذا عالم نفس اجتماعي أمريكي يزعم أن كل إنسان عنده صراع داخلي هذا الصراع بالضرورة يكون بين فكرتين مبدأين معتقدين عاطفتين مشاعرين أسمي ما شئت والإنسان من غير وعيه يعقل أو يمنطق أحد هتين الفكرتين حتى يميل إليها فهذه الأفكار بالضرورة يا جماعة يكون بينها مناقضة فالفكرة الأولى مثلا تناقض الفكرة الأخرى والإنسان في هذه الحالة يكون ضائع هو ما يعرف يذهب إلى هذه الفكرة أو يذهب إلى هذه الفكرة لكنه بالضرورة كذلك في آخر المطاف يتماشى مع أحد هتين الفكرتين فيعقل ويمنطق ويلذذ هذه الفكرة التي يريد أن يذهب معها حتى تتماشى مع مصلحته ومنفعته وفي الأخير الأهم من هذا كله لا يحس بتأنيب الضمير وهذا الرجل طبعا اشتهر بهذه النظرية التي يسمونها التنافر المعرفي طيب حتى تتضح فكرة التنافر المعرفي دائما يستشهد بالمدخن فيقولوا أن المدخن هو يدرك بشكل أو بآخر مخاطر وأضرار التدخين على صحته يعني عنده فكرتين المدخن الفكرة الأولى مزاجه والله أنا أدخن عشان أرويك الفكرة الثانية هو مؤمن ومدرك لأضرار ومخاطر التدخين على صحته فهو ضائع الآن فإيش يسوي المدخن؟ يبحث أو يقرأ عن معلومات تخالف هذا المنطق السائد تخالف فكرة أن التدخين والله مضر بالصحة فإيش يسوي في هذه الحالة؟ يقول لا في دراسات في أبحاث في كتب تقول أن التدخين مش مضر بالصحة في ناس أعمارهم وصلوا إلى مئة سنة وما موتهم التدخين ويبدأ يسلك النفس فتجده يقول في آخر المطاف كذلك أن أعيش حياة قصيرة خمسين سنة بس أنا مروّق فيها ولا أعيش مئة سنة لكن حياتي مملة وما عندي شي أسوي فستنجر يا جماعة حاول أن يطبق هذه النظرية على بعض طلبته بتقديم شيء من المال لهم وطلبهم أن يقولوا خلاف الحقيقة ولاحظ هذا الرجل أنه كل ما زاد المال زاد المحفز عند الطالب واقتنع بالكذب وكل ما قل المال وضح التناثر والصراع عند الطالب فيبدأ الطالب يسأل نفسه هل أكذب مقابل هذا المبلغ اليسير من المال أو أقول الحقيقة للمبلغ أصلا يعني لا يسمن ولا يغني استخلص هذا الرجل يا جماعة أنه الإنسان حساس جدا بين سلوكه وفعله وتصرفه وما يؤمن به يعني بين حركاته وبين اللي يجري في عقله بمعنى أن الواحد لما يسوي حاجة غلط ويعرف في هذه الحالة في قرارة نفسه أن الجال يسويه غلط في هذه الحالة بالتحديد يجيسي وازن بينما يفعله من سلوك من تصرف وما يؤمن به ويحاول بهذا التوازن أن يخفف من شدة ووطأة هذا التنافر المعرفي والإنسان سبحان الله يا جماعة لما يدرك هذا التناقض بين الفكرتين طبعا تزيد في هذه اللحظة التنافر المعرفي هذا يزيد لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذا التنافر فيلجأ للحل مثلا لما تسوي أنت حاجة وتعرف في قرارة نفسك أن هذه الحاجة خاطئة أنت تحاول الآن أن تخالف هذه المعرفة بمعرفة أخرى خذ مثالا السهر يسبب لك صداع فتقول أنت أنا لا أسهر عشان أصدع وإنما أسهر عشان أقرأ عشان أكسب معرفة عشان للقراءة وفي الليل وانا سهران تخليني الإنسان ذكي ومتقد وصاحب معرفة وإلى آخره فأنت تخالف معرفة أن السهر يسبب لك صداع بمعرفة أن القراءة في الليل حلوة وتخليني إنسان ذكي وبهذا طبعا أنت تحس كذا أنك حليت هذا التنافر المعرفي لكن بتنافر آخر طبعا الإنسان عادة عنده ثلاث قواعد للموازنة بين تنافره قاعدة الأولى هي تغيير المعتقد وهذه أسهل الطرق فمثلا لو كان يسوي شيء اليوم هذا الشيء ما كان يسويه زمان تلقى يقول نفسه أصلا فقه الواقع تغير والناس اليوم تغيروا كل شيء اليوم تغير حتى نلازم أتغير فيغير منطقه ومعتقده بفقه الواقع اليوم اثنين تغير السلوك وهذا شوي أصعب من تغير المعتقد لأنه أحيانا يحتاج إلى جهد مش بس ذهني وفكري وإنما كذلك جهد بدني لو عندنا مثلا واحد لا يحب أن يتعلم يدرس يلتحق بالجامعة يدخل المكان الفلاني فتلقى يقول نفسه التجربة أصلا التي أعيشها كل يوم في حياتي هي أهم من المدرسة هي أهم من الجامعة هي أهم من هذا المركز هي أهم من الالتحاق بهذه الندوة بهذه الدورة فبالتالي لا يحتاج أن أذهب أو أن أتعلم أو أن أدرس أو أن ألتحق بهذه المنظومة ثلاثة تغيير نظرته تجاه الأمور فالعدسة التي ينظر بها إلى الأمور تلقىها مختلفة من يوم إلى آخر ومختلفة استنادا على منفعته ومصلحته الشخصية في تلك اللحظة فقد يكذب مثلا لأنه يجني بالكذب منفعة شخصية له وهكذا سمي في بقية أمور حياته طبعا كل إنسان يا جماعة يواجه هذا التنافر المعرفي في كثير من أفعاله وأفكاره وأمور حياته لا أظن أن الناس يستطيعوا أن يقوموا بكثير من الأمور من غير أن يجعلوها تصب في منفعتهم واصلحتهم الشخصية صعب جدا أن أسوي كثير من أمور حياتي من دون أن لا تكون هناك موازنة هل هي تصلح وتزبط معي ولا ما تصلح وتزبط معي وتلقانا في كثير من الأحيان كذلك لا نبذل جهد عقلي وذهني في منطقة هذه الأمور يعني هذه الموازنة تحدث من غير وعي منا أنا استمتعت فيها هذا يكفي لا تسألني أسئلة ليس لها علاقة بهذه المتعة وتخرب عليه ولو جينا نسأل ونقول ما هي مسببات هذا التنافر أظن في ثلاثة أمور دائما تجعلنا نحس بشيء من هذا التنافر أولا تجارب الناس وواقع أحوال الناس والأهم من هذا كله هذا الواقع المتغير الذي نعيشه كل يوم يعني أنت اليوم تروح تنام على أمر من الأمور أو على حال من الأحوال فيما يجري حولك ثم إذا استيقظت اليوم الثاني وجدت هذا الحال وهذه المجريات من حولك متغيرة فبالتالي قد تحس بشيء من هذا التنافر وكما تعرف أن هذه المؤثرات من حولك تغير على هذه المؤثرات التي فيك بمعنى أن الخارج دائما يغلب هذا الداخل والتغير دائما يحتاج إلى وقت والناس سبحان الله ما عندهم وقت والصبر لتقبل أي جديد عليهم أصلا الجديد في عرف الناس دائما غريب عليهم فهو غريب عليهم إلى أن يعلفوه ولما الحاجة الغريبة تظل غريبة وتبقى غريبة ونعيش معها وهي غريبة هذا من شأنه أن يجعل هذا التنافر واسعا في عقولنا وترانا سبحان الله نحب أفكارنا ونغار عليها أحيانا فكرتي هي عطفتي هي أصدقائي يا أخي دائما أفكاري معي فأصعب شيء أحيانا أغير هذه الأفكار اعتدت عليها فأنا أريد أن أحافظ عليها أن ألتزم بها أن أبقى معها طويلا كما أحافظ على أصدقائي على عطفتي على مقتنياتي كذلك ترجمة نانسي قنقر شكرا